مستمرين معكم مشاهديهم تابعي قناة الاهلي في كل مكان اكيد حضور الجماهيل الغافير اكيد النهاردة في المباراة كان ليه مفعول سحر بالنسبة لفريق النادي الاهلي النهاردة كابتر حمد الصافي مدرب النادي الاهلي مبروك فوز كبير النهاردة على فريق السفاكسي 3-0 نتيجة كبيرة كنا متوقعين المباراة تكون اصعب من كده تقييمك لأداء لعبات النادي الاهلي والله الحمد لله طبعا الفوز كبير فريق السفاكسي فريق كبير جدا اللعبة قدت مباراة قوية جدا ننفذوا كل اللي تقال في الفيديو بتاعهم وفي المحاضرة ننفذوا تقريبا بنسبة 90% الحمد لله عشان كده المباراة تلعت 3-0 ولكن طبعا دعم الجمهور دعم الاساسي معنا اللي احنا بنقولوا ان اللعبة قدت النهاردة اداء عالي جدا لانهم انا قلت لهم في المحاضرة لازم نتخلص من الضغوط جمهورنا بيشجعنا سمع الجمهور بينادي لك خلي بالك طبعا خلينا اقول لكم ان في هذه اللحظات جمهور النادي الاهلي بينادي على كابتن حمد الصافي اكيد هو عامل مجود كبير جدا مع الفريق خلال السنوات اللي بيمسك بيتقول لفئها هذه المهمة الكبيرة جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله يواصل هذا المشوار القوي ويقدر نوح هذه البطولة النادي الاهلي وهي اكيد بطولة مهمة وكبيرة جدا ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكمل مشواره كل هذه البطولة النادي الاهلي قدر يفوز في المباراة الأولى على فريق سبورتينج المباراة التانية قدر أنه هو يفوز على فريق الصفاكسي التونسي أكيد متواصلين معك وحيكون معنا لقاءات أخرى كثيرة بالنسبة لفوز النادي الاهلي النهاردة عقب الفوز على فريق الصفاكسي التونسي طبعا زي ما احنا شايفين أكيد جمهور النادي الاهلي قدر أنه هو يكون ليه دور كبير جدا خلال المباراة النهاردة مش مباراة النهاردة بس لأيضا مباراة الأمس النادي الاهلي ست عشوات بستة سفت تلاتة على سبورتينج تلاتة على الصفاكسي لكن خليني أقول أنه احنا متواصلين معك وحيكون معنا لقاءات أخرى مع لعبات النادي الاهلي عقب هذا الفوز